موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أضاء الكون بقدرته من العدم وأضاء الكون بنوره من الظلم وأفضل تحية وأسكى سلام على المبعوث رحمة للعالمين حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما ألف تحية لكم أيتها السيدات العزيزات السادة المشاهدين تحية طيبة مفعمة بذكر الولاية وطيب المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباركة نطلقها في هذه الليلة ونعبر عنها بطيب الولاية وطيب المحبة وأجمل غذاء روحي غذاء ذكر حضرة رسول الله وآله صلى الله عليه وآله وسلم نجدد الترحيب بكم في برنامجكم فلينظر الإنسان إلى طعامه الذي نتناول فيه معلومات وملاحظات وتوصيات تساعدنا في حياتنا اليومية خلال شهر رمضان المبارك وخلال أيام حياتنا كافة على مدار السنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوم ثلاثين يوم منها تكون فقط لله تكون فقط في ضيافة الله فكيف نستثمر هذه الضيافة وكيف يمكننا أن نتكلم ونتحدث عن هذه الضيافة ذكرنا العلم والمعرفة مع سلوك وعمل وأفعال وأضعنا بإشارات وإضاءات ومضات بسيطة حول موضوع الغذاء وأهميته وكيف يسري على الصحة النفسية وفيتامين الصحة فيتامين الصحة النفسية وفيتامين الصحة الغذائية أول نقطة من فيتامين الصحة النفسية علينا أن نلتفت إلى أنه وأنه الراحة النفسية أهم نقطة من النقاط التي أستطيع بعدها أن أتابع مسار حياتي سواء العمل أو البيت أو الوظيف بأي مجال من المجالة إن كنت مرتاحة نفسيا فاستطيعين أن تقدم الكثير لنفسك ولعائلتك وإن كنت غير مرتاحة نفسيا لا تستطيعي أن تقدم أي شيء نعم الأمهات السيدات نحن جميعا يعني نجهد نفسنا نكلف أنفسنا لأجل الأطفال لأجل الأزواج لأجل الأبناء لأجل العمل ولكن التفتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا ما تستطيعين تقديمه تفضلي وقدميه لا ترهيكي نفسكي أكثر بإعداد الموائد وما لذى وطاب كل يوم حضري الكمية المطلوبة لأبنائك وأسرتك خاصة خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة سيدتي العزيزة لا تكثري من الأطعمة طعام طعامين ثلاثة أطعمة على المائدة يكفي لعدد أفراد أسرتك لا تزيد كمية الطعام أكثر من أفراد أسرتك نعم كما قلنا سابقا اختاري زيدي طبقا واحدا أو طبقين لأنك تريدين أن تقدم الإفطارة لصديقاتك أو لحماتك أو لأهلك أو لعوائل مثلا ولكن لا تكثري من الطعام ولا تكون من المبذرين الذين هم إخوة للشياطين حديثنا هذه الليلة بعد أن تكلمنا عن الحليبة والتمر سنتكلم اليوم عن أمر مهم جدا ذو فائدة عظيمة جدا ألا وهي العسل العسل الغذاء النفسي والطبي والغذاء الروحي لهذا الإنسان والإنسان العاقل الذي زينه الله بالعقل والمنطق والعلم يعي أهمية ما سنتناوله في حديث هذه الليلة ألا وهو العسل ورد في سورة النحل المباركة في الآية 69 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس حبذ أن نلاحظ فيه شفاء للناس يخرج من بطونها طب هذه البطن البطن المليئة بشوائب وملئة بكل شيء سبحان الله إن نظرنا سيدات العزيزات والسادة المشاهدين إلى بطن هذه النحلة نجد في بطن هذه النحلة خزام صغير يجمع هذا العسل وكأنه يكرره وينظفه ويرتبه ويأتي ويضعه في هذا السداسي في داخل الخلية حتى يستخرجه هذا الإنسان ليكون شفاء لنا بالمقلب الآخر ونبحت ذات مرة في حلقة من الحلقات أنه لا يمكنني أن أطعم الطفل الصغير العسل العسل يعني الرضيع لا يمكن أن نطعمه العسل الطفل الصغير السنة الأولى السنة الثانية بعض الأطباء يقولون حتى السنة الثالثة لا تطعم الأطفال الصغار هذا العسل وخاصة إذا كان العسل مباشرة من السداسي يعني من الخلية وعليه هذا الشمع الجميل البعض يأكل كل الشمع أيضا وهي لذيذة جدا وفيها الفوائد وسنرى أيضا إن شاء الله فإذا عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال العسل شفاء يطرد الريحة والحمة وعنه أيضا صلى الله عليه وآله نعم الشراب العسل يرعى القلب يعني بساعد القلب يرعى القلب ويذهب برد الصدر وعنه أيضا صلى الله عليه وآله من أراد الحفظ فليأكل العسل وعن حضرة أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يتشفى مريض لمثل شربه للعسل هذه الأحاديث وغيرها تتحدث عن العسل وبما أننا ما زلنا في فصل الشتاء ذهدت إلى مولايا حضرة الرضا وأخذت هذا الحديث عن الإمام الرضا خلال البحث وجدت هذه الرواية عن الإمام الرضا التي يقول فيها من أراد دفع الزكام في الشتاء فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد يعني ثلاث ملاعب كما نعبر عنها نحن جعل الله سبحانه وتعالى العسل غذاء ممتازا بل أنه قدمه على كل الأغذية والأطعمة الأغذية الكاملة هنا واستمد فوائده من الأزهار والنباتات وإشعاعات الشمس والهواء فهو بمثابة مخزن لمذايا كثيرة من هذه الطبيعة وهنا جاء تفسيري لكلام حضرة الإمام الرضا عليه السلام أنه في الشتاء خذوا ثلاث ملاعق أو خذوا ثلاث جرعات من هذا العسل العسل النافع وكذلك قبل أن نذهب نعطي حق للزهرة ونقول لها شكرا ونعطي حق للنحلة ونقول لها شكرا على قاعدة لإن شكرتم لأزيدنكم هذا الكون يستحق مننا الشكر هذه النحلة تستحق مننا الشكر هذه الزهرة تستحق مننا الشكر على قاعدة لا إن شكرتم لأزيدنكم على قاعدة أخرى ثقافة الشكر لنعزف ثقافة الشكر أيها الأحباء الأعزاء مع الطبيعة أيضا شكرا لك أيها النحلة العزيزة قدمتي لنا هذا الرحيق وهذا الرحيق قدم لنا هذا العسل أعطى الله تبارك وتعالى للنحلة القدرة والمزايا العظيمة على تمييز الأزهار انتبهوا النافع منها والدار وكذلك أنت أيتها السيدة كوني كالنحلة كوني كالنحلة التي تميز بين الطعام الدار والطعام المفيد لأبنائها كوني كالنحلة التي تستخرج الزبدة وتستخرج العسل الصافي النقي لتقدمه لأبنائها وما قصدي بالعسل هو القول اللين الابتسامة الجميلة القول الحسن المحبة الاحترام الحب على حب حضرة رسول الله وآله لنحب في الله ونكره في الله وهذا العسل وكوني أنت أيضا هذا العسل الذي هو نافع وكلما مضى على إنتاجه سنوات فقد وجد في هذا العسل فوائد أكثر فأكثر وطبعا للعسل أنواع وهناك ما وجد فيه ولقدمه طبعا وجد فيه المقابر الفرعونية علب من العسل كانت موجودة أيضا في تلك الحقبة وكانت تطفن الأطعمة مع الفراعنة ومنها وعلى رأسها العسل الذي هو مائل بلونه إلى السواد ونعم اللون الأسود من العسل يوجد عسل لون أسود ولون ذهبي ونائل إلى الحمرة وغيره ولكل نوع من هذه الأنواع فوائد خاصة وصف العسل سيداتي العزيزات بأنه سيد المحليات بدك تحلي أبنائك حليهم بالعسل لا تروح تجبي لي السكاكر لا تروح تجبي لي الشوكولات والأشياء المضرة لألون أو المشروبات الغازية لا اذهبي وضعي العسل طبعا لمن استطاع إليه سبيل بكل أسف بهذه الآونة وظروف الاقتصادية ولكن يعني نحن لأننا نذكر هذه الفوائد أنا سأذكر هذه لكم وإن شاء الله كلنا نستطيع إليه سبيل ببركات الله وإنه رزق من الله يرزقنا حتى نتمكن من شرائه لأولادنا وهذه النحلة إذا امتصت هذا العسل تعطينا أجمل ما عندها امتصت هذا الرحيق تعطينا أجود أنواع وأفخر أنواع هذا العسل الآن فهمنا الفكرة شفنا شو صار عند النحلة شو صار عند العسل الآن على جسم الإنسان الجسم البشري لا يستفيده من السكر العادي بقدر ما يستفيد من السكر في العسل أو في دبس التين أو في دبس التمر أو يستفيد من دبس الخروب مثلا فوائد العسل كثيرة جدا على الصعيد السكريات يحتوي هذا العسل على مواد قاتلة للجراثيم وهذا السكر المفيد يقتل هذه الجراثيم يقوي المناعة لدى الإنسان يضيف أيضا إلى بعض الخمائر إذا أضيفه إلى بعض الأمور المقاومة للسكريات وغيره من الأمور يصبح طعمه ألذ وأجمل والكثير من القوالب الحلوة إن صنعت والآن بدأت السيدات تستبدل العسل بدبس التين مثلا لأنه أرخص تكلفة بسيطة أو دبس الخروب لأنه أيضا أرخص تكلفة ولكن هذه الثلاث أنواع دبس التين الخروب دبس المثلا والعسل ودبس الخروب فيه السكريات المشبعة والمفيدة يتستطيع السيدة أن تستبدل السكر القصبي بهذه الأنواع المفيدة يحتوي العسل أيضا على أحماض عضوية كثيرة في طليعتها حمض النحل انتبهوا رح ركز على هالنقطة يمكن أول مرة بتسمعوها حمض النحل والليمون هلأ رح قول ليش حمض النحل والليمون والتفاح وغيرها من هذه الأمور حمض النحل والليمون والتفاح مفيد جدا لأن النحلة تأخذ هذا العسل تأخذ هذا الرحيق تحوله وتبدله ليكون طعاما جيدا ففي هذا العسل هناك ثلاثة أنواع من الأحماض موجودة في هذه الملعقة الواحدة من العسل حمض النحل حمض الليمون حمض التفاح وهناك نوع آخر يعبر عنه بالترطير كمان نوع من أنواع الأحماض المؤكدة أما من الفيتامينات ففيه فيتامين واحد فيه فيتامين بي فيه فيتامين 3 البر عمنا الكثير من هذه المعادن موجودة في هذا العسل وكذلك يبعد الشيخوخة عنا في الاستقلاب الاساسي هناك افتقار واضح في محتويات الدم والاعضاء مع زيادة في حاجاتها من العناصر المعدنية المجهرية ولهذا كان العسل يدخل في كل مصحضرات التجميل التي تؤخر الشيخوخة كذلك يساعد العسل على تثبيت الكلس في العظام وتثبيت الاسنان والاحتوائه على عنصر الفلور وغيره من الاملاح المعدنية يفيد العسل وهنا نقطة مهمة لحركة النفس والتنفس يفيد العسل في تنظيم حركة التنفس شهيق وذفير ويهدئ النفس ويجعلها اكثر هدوءا ويساعدها على الاستقرار ويبعد عنها الجوع ويبعد عنها الاستقلاب السكريات الموجودة لكليكوز غير المفيد في اجسامنا وكذلك يلحظ بإحصائيات أجريات أنه التئام القرحة المعدية شعاعيا بالطرق العادية للمعالجة لا تتجاوز 29% عند المرضى أما من تعالج بالعسل فكانت نتيجة هذه التئام القرحة المعدية 59% من متوسط أعمار هؤلاء المرضى وكان عندنا 59.2% من هؤلاء المرضى تعافوا كليا بسبب علاجهم للقرحة المعدية بسبب العسل الله تبارك وتعالى أعطانا الكثير أحبائي العزيز محلول العسل المائي مهم جدا وهون أيضا للروح والجسم ملعقة واحدة مع الماء الفاتر على الإفطار من العسل فيه الفائدة للنوم وذكر الله تبارك وتعالى مهدئ للأعصاب يجهزك ويعدك لطاقتك الإيجابية للعبادة الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب دمتم موفقين الله بأمانتنا نلتقي لنرتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة